يوصل اليوم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فعاليات النسخة الثانية افتراضيا والمقرر له النعقات حتى الخامس من مارس الجاري تحت عنوان وقع إفريقي جديد نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل ومن المقرر أن تركز النسخة الثانية من المنتدى على سبل التعافي من جائحة كورونا بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الإفريقية وينضم إلينا عبر الصوت والصورة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق بعد التحية لك سعادة السفير إذن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على عقد هذا المنتدى في ظل جائحة كورونا يعني تعاون تكاتب توحيد جهود إفريقية هي كلها في أجندة هذا المنتدى يعني كيف أنت يعني إسعاد سفير تنظر إلى أهمية عقادة في هذا التوقيت بذات مساء الخير أستاذ شادي الحقيقة كان محل ترحيب وإشادة من كافة الأوساط سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو العواصم الأفريقية حرص مصر على عقد النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامين ما فيه شك أنه دي فرصة أن نتبادل وجهة النظر والرأي فيما يتعلق بهم التحديات التي توجهنا في الوقت الحالي ألا وهي انتشار جائحة كورونا وما أصاب القرى الأفريقية من ذلك وخاصة وده موقف قراره سيد رئيس أكثر من مرة في الأوان الأخيرة ضرورة التوزيع العادل للقاحات بل واستغلال هذه الفرصة لتعزيز قدرات الدولة الأفريقية قرى الأفريقية بشكل عام في المجال الصحي ومجال الرعاية الصحية إنما خلينا نقول أن النسخة الثانية من المنتدى بتبني على النسخة الأولانية وهكذا بالنسبة للاجتماعات التالية على مدار الأعوام القادمة لأن هذا المنتدى وجد ليبقى فهي فرصة لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بما خرج من استخلاصات واقتراحات وتوصيات في المنتدى الأول وما تم تنفيذه في الواقع منها تجارب الدول ما تم أخذه منها ما تم إرجاؤه وأيضا فرصة لمصر أنها تقدم خبرتها في هذه المجالات مجال السلم والأمن والتنمية والحقيقة ده شعار إنما بيندارك تحته الكثير من الموضوعات فيه موضوعات يتم بحثها في هذه النسخة الثانية لم تحظى ربما بحقها من الاهتمام نظرا لديك الوقت وتشاعه بالأجندة في النسخة الأولانية من ضمنها الاقتصاد الأخضر وتحدي التغيرات المناخية لأنها أصارها مدمرة بالنسبة للقر الأفريقي إلى آخره فالحقيقة هي فرصة طيبة جدا لتأكيد على ضرورة الخروج من هذا التحدي تحدي انتشار جئاة كورونا في القر الأفريقية بأفضل نتائج ممكنة بالنسبة للمرحلة القادمة والتحسب لما قد يحدث في المستقبل من تكرار لمثل هذا الأوباء أو أوباء أخرى أو تحديات في مجال الرعاية الصحية في المجال الطبي في المستقبل وأيضا التأكيد على ضرورة استدامة جهدنا في مجال إقرار السلم والأمن هنا وزي ما تمت الإشارة في أكثر من مجال أن مصر النهاردة بتقوم بمهمها فيما تعلق ببناء السلام على مستوى الأمم المتحدة إنما أيضا هي بتستضيف المقر الإقليمي الأفريقي لعمليات بناء السلام فيما بعد النزاعات وكان السيد الرئيس أشار لهذا الموضوع نعم مركز للتحاد الأفريقي وهو معني طبعا بهذه القضية وهو يعني مقر القاهرة سعد سفير بزابت كده أفا والسيد الرئيس الحقيقي أشار لكثير من الموضوعات في الكلمة اللي وجهها في تدشين النسق الثانية من منتدى أسوان وكلها بترتبط بما يتعين علينا جميعا فعله في إقار الأفريقية سواء في إطار خطة التنمية المستدامة على مستوى الأم المتحدة لعام تلاتين وزي ما ساعدتك تفضلت في المقدمة أو على مستوى أجندة أفريقيا لعام عشرين تلاتة وستين كلها موضوعات مطروحة بشكل ملحة بشكل مستمر لا ينقطع هناك زيادة في التحديات خصوصا في مجال انتشار العنف والعمل الإرهابي النشاط الإرهابي وضرورة تضافر قوة الدول الأفريقية لمواجهة مثل هذه التحديات وما يرتبط بها من جرائم عابرة للحدود لأنه كل ده بيمثل تحدي كبير جدا لجهدنا في مجال التنمية الموضوعين مرتبطين ببعض السلم والأمن من ناحية والتنمية من ناحية تانية ومن هنا كان الفكرة الأساسية في إنشاء هذا المنتدى هو منأشة الموضوعات القاصة بهذه القضايا الثلاثة طبعا سعد سفير مصر بتترقص لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة كيف يمكن لهذه اللجنة التي تترقصها مصر الآن أن تمثل مجال لتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة؟ هناك أطر للتعاون والتنصيق المستمر وكان واضح ده من كلمة سكرتير عام الأم المتحدة لدى تتشين المنتدى بالأمس وأيضا في كلمة رئيس المفاوضية الأفريقية السيد موسى فقيه وما فيش شك أنه دي أطر جديدة للتعاون بين المنظماتين والتنصيق فيما يتعلق بجهود القارة وجهود المجتمع الدولي في دعم عملية البناء ما بعد النزاعات وكان أشار السيد رئيس فيه كلمته بالأمس لأنه يجب أخذ في الاعتبار ظروف كل دولة خارجة من النزاع ومتطلبات هذه الدولة وشعبها يجب أنها تؤخذ فيه الاعتبار عندما يتقر أي شيء برامج خطط في مجال إعادة البناء والإعمار في هذه الدولة حتى تستعيد أو تلك حتى تستعيد استقرارها وتتفرغ لمهام التنمية وجهود التنمية ومحاولة تحقيق التنمية المستدامة لهذه الدولة وشعبها طيب اختيار الفنون والثقافة كموضوع يعني للتحاد الافريقي لعام عشرين واحد وعشرين باعتباره طبعا قوة ناعمة في تقارب الشعوب بالتأكيد عندما نتحدث عن الثقافة عن القوة الناعمة فلابد أن نتحدث عن مصر سعد سفير في هذا الإطار خلينا نقول أنه منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في بداية الستينات وهذا الموضوع لم يكن غائبا عن ذهن الزعامات الأفريقية لأنه يكمل أيضا القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية أخذ في الاعتبار أنه هناك فراء كبير داخل القارة الأفريقية فيما يتعلق بهذه الموضوعات هذا الشعار الذي تم رفعه في القمة الأفريقية الأخيرة والذي يستمر طوال هذا العام كيفية توظيف هذه الثروات بالشكل الذي يمكن أن ينعكس على قضايا السلم والأمن ويعزز من جهود الدول الأفريقية في مجال تحقيق التنمية المستدامة سيد رئيس طبعا لم يفوت عليه أنه يشير إلى هذا الموضوع لارتباطه الشديد بأجندة النسخة الثانية من منتدى أسوان هناك برامج هناك آليات هناك جهود بتبزل ومصر ما فيش شك بتيجي في قلب كل هذا لأن مصر لها باع في هذه المجالات وهناك الكثير مما يتم تبادله من مصر والدول الأفريقية في هذا الإطار وهناك في جعبة مصر الكثير مما يمكن أن تقدمه أيضا في هذا الإطار للدفع باتجاه استعادة الاستقرار واستدامة الأمن والسلم والتركيز على جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية في مرحلة القادمة شكرا جزيلا لك على هذا التحليل كنت معنا سفيرة علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك